قال مدير إدارة الأوبية في وزارة الصحة الدكتور رايمان المقاب لأن منظمة الصحة العالمية واليونسيف أكد مأمونية مطعوم الامار وفعاليته وجودته وسلامته وضف هذا المطعوم معتمد من الصحة العالمية واليونسيف منذ أكثر من 23 عاما كما يتم التأكد بشكل مستمر من مأمونية وجودة المطعوم بحسب بيان منظمة الصحة العالمية مع اليونسيف البيان المشترك يوم أمس أكدت منظمة الصحة العالمية واليونسيف على مأمونية وسلامة وفاعلية وجودة المطعيم جودة مطعوم الامار خصيصا حيث أن مطعوم الامار تم اعتماده مسبقا من منظمة الصحة العالمية منذ أكثر من 23 عام نظرا انخفاض معدل تغطية ببرنامج التطعيم الوطني بسبب الجائحة وما رفقها من إغلاقات ليس فقط في الأردن بل في جميع دول العالم وظهور بعض الإصابات بمرض الحصبة في الأردن 163 إصابة بمرض الحصبة في 7 محافظات مختلفة علمت بأن 80% من الإصابات تحت عمر 18 سنة وبالرجوع إلى اللجنة الفنية الاستشارية للمطاعيم ولجنة مكافحة الأوبئة تم إقرار هذه الحملة وتم إقرار استعمال مطعوم الامار الذي استعمل في عام 2013 قرابة 4 ملايين جرعة من هذا المطعوم